أهلا بيكم إزاي نصنع إليها الرمضان جميل جدا بخامات بسيطة وكمان بينار في الضلم أول حاجة استخدمت القطعة البلاستيك دي دي كانت لعبة أطفال تقدروا تستخدموا أي غطة بلاستيك بنفس الشكل على شكل أب بعد كده بقطعة من الكرتون أول قطعة المأسات بتاعتها 8 في 8 سنتي عملت منها 2 التانية 8 في 11 سنتي والتالتة 9 في 11 سنتي هل زي القطعة ضيف بعضها باستخدام مسدس الشمع كل قطعتين مقابل بعض عشان أعمل بيهم زي سندو كده وطبعا بأكد على اللزق ده من جوا بالشمع عشان يكون قوي بعد كده لزعت الغطة البلاستيك فوق ده هيمسل القبة وبعدين استخدمت كمان المضرب بتاعت الدبان هقطع منه أجزاء كده مربعة كل مربعة فيه أربع شبابيك صغيرة دول هيمسلوا الشبابيك عملت تلت خطعة زي بعض وهلزعهم فيه الوجهة بتاعت المجسم فوق في المكان اللي انت شايفينه كده تلت خطعة جنب بعض بعدين هستخدم الفوم الطريده ممكن نستخدم أي قطعة كارتون تكون سميكة شوية قطعت منه شرائط وهلزعه برضو باستخدام السوبر جلو فوق وتحت كده الشابيك بعدين استخدمت قطعة كمان من الفوم مستطيلة بالشكل ده رسمت عليها شكل باب كده وفوق قبة قطعت الشكل ده من بره وبعدين كمان خليته من جوا وهلزعه فيه النص ونحاول نوسطنه كده عشان نعمل الباب وبعدها استخدمت خرز بأشكال مختلفة لزعته فيه القبة بالمنظر اللي انوا شايفينه ده بعد كده هعمل المأزانة استخدمت الاستوانة الكارتون دي اللي بتكون هو الورق بتاع الفويل اللفات يعني بتاعت ورق الفويل كمان استخدمت الغويشة البلاستيك دي على المأز قطعت الأجزاء اللي فيها لنا مش عاوزها بعد كده دخلتها في الاستوانة وكانت على المأز مزبوط بعد كده جبت حتة من الفوم رسمت فيها تلت قبة على شكل شبابيك كده وقطعتهم خلتهم من النص بقى عندي المنظر ده ولزعته وكمان هكمل بغويشة بلاستيك بنفس الشكل اللي فات بس المراضي من فوق أكدت على كل حاجة بالسوبر جلو كمان لزعت الغطة ده كان بتاع إزازة بيرفيو موودة عندي ولزعت كمان خرزات فوق بعد كده التلوين بقى استخدمت لون أكريلك أوف وايت متضاف عليه شوية غير عبيض عشان اللون ما يشيرش حطيت طبقة واثنين وثلاثة لحد ما اللون بقى متجانس بعد ما نشف تماما استخدمت لون متالك دهبي لو انت بيه الأجزاء اللي فوق بتاعة القبا وكمان الأجزاء اللي هي الدائرية البلاستيك دي وكمان القبا بتاعة المسجد ممكن نحطها أكتر من طبقة لحد ما اللون يبقى متجانس بقى المنظر عندنا زي ما انتم شايفين كده بعد كده استخدمت قطعة من الكارتون قطعة تكون حجمها كبيرة رسمت عليها هلال بشكل يكون مناسب أو حجمه مناسب يعني على أساس القطعة اللي احنا نعملها بعد كده قطعته زي ما انتم شايفين الحجم بتاعة عمل ازاي عاوز بقى اعمل الهلال ده يكون بشكل سلاسي إلى بعض فلزقت الكارتونة دي على قطعة من الفلين الأبيض كلكم عارفينه طبعا الفلين اللي عندي ده كان السمك بتاعه خمس سنطي تقدروا تعملوه بأي سمك انتوا حابين بعد كده قطعت القطعة على الشكل وبعدين بقى عاوز أخلي شكلها نسيابي كده ودائري تكون شكلها كويس هباستخدام المشروط وناخد بالنا وحنا بناطع بالمشروط عشان ما يجيش على قدينا هبدأ اشيل الحواف بتاعتها واعملها بشكل دائري كده الأول ناخد الشكل الأساسي بتاعه زبطتوا من كل الاتجاهات لحد ما الشكل عجبني وبعد كده هصنفره باستخدام الصنفرة بتاعة الخشب دي صنفرة مية وخمسين الصنفرت صنفرة خفيفة كده عشان أنا عامه ولسه هنغطيه دلوقتي عشان طبعا الفوم يحتاج طبعا تخليه قوي شوي دون وطاعة وسعره الخيز هحط منه طبعا باستخدام السكينة بتاعة الرسمة أو باستخدام صابعنا ما فيش أي مشكلة هغطي بيه الطبعا بتاعة الفوم دي كلها واسمها تنشف بعد ساعتين كانت نشفت تماما هصنفرها برضو صنفرة خفيفة عشان أنا عامها وبعد كده هنبدأ للتلوين بدأت بلون أكريلك متضاف عليه غير أبيض الأول طبقة أساسية أي لون مش هتفرق احنا لسه هنغطيه دلوقتي بلون دهبي استخدمت اللون دهبي متالك سبري هحط منه طبقة أو طبقطين لحد ما اللون برضو يبقى متجانس ده بقى شكله لحد دلوقتي هنبدأ بقى نجمع القطع على بعض لزقت المأزانة والمسجد في بعض على قطع من الكرتون زي ما هنشايفين بعد كده جربت كده المكان بتاع الهلال وهلزق باستخدام الشمع لزقت الهلال في المكان اللي هنشايفينه ده واكدت من كل النواحي بالشمع عشان يكون سابت زي ما شايفين كده من ورعت لوني برشمته كده بالشمع من كل حت وعشان نعمل الإضاءة بس تعطيمت الفيري لايتس دي الإضاءة اللي بتشتغل بالبطاريات هلزقها وره بحيث ان هي ما تكونش بينها ممكن نلزقها بأي لزقة عادية أو بالشمع زي ما تحبوا يعني المؤمنة حطيتها بشكل ان هي ما تكونش بينها وكده خلاص طبعا تقدروا بقى تعلقوه على الحيطة باللزقة بالفيس أو أي طريقة يعني المؤمنة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك واعملوا شير أو اكسب لور لو حابين تدعموا المحتوى اللي بقدموا وكل سنة وانتم طيبي سلام